قناة بلقيس تكشف عن مخططات الميليشيا وشبكات تحالفاتها السرية حيث حصلت القناة على وثائق حصرية حول تورط ميليشيا الحوثي بإثارة الفوضى في عدد من المناطق المحررة وخاصة محافظتي عدن وحضرموت الوثائق تكشف أيضا تورط عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والحقوقية بخدمة أجندة الميليشيا في المحافل الإقليمية والدولية كما تشير إحدى الوثائق هنا إلى استلام الفريق المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان لمخصصات مالية لعدد خمس أشخاص بينهم صحفية بريطانية اسمها فينيسا بيلي والقياد الحوثي جميل جياش والإعلامية اللبنانية لبناء يحيى وحنان الحرازي وحزام الشريف وفيما يخص ملف العلاقات الدولية أظهرت الوثائق سلسلة من اللقاءة والاتصالات بين الحوثيين والقيادات الإيرانية حيث أبدت الخارجية الإيرانية استعدادها للعمل لصالح الميليشيا في أروقة المجتمع الدولي الروس أيضا كان لهم حضور في التنسيق مع الميليشيا ضد الحكومة الشرعية وبحسب الوثائق فقد تلقى الحوثيون نصائح من السفير الروسي في صنعاء تمثلت في إعلان الحوثيين مبادرة لسلام من طرف واحد وذلك لإحراج التحالف أمام العالم وعليه تصبح التكهنات حول التعاون والتنسيق بين سلطة الميليشيا والحليفين الروسي والإيراني حقيقة ناصعة بعد أن كانت محل اشتباه لدى البعض